خمس حالات إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون لكوفيد 19 سريع الانتشار تم رصدها يوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ست حالات وتعود كلها لوافدين عبر رحلة جوية من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وقد تمكنت الفرق الصحية بمطار تونس قرطاج من رصد هذه الحالات على إثر القيام بتحاليل سريعة لعينة من المسافرين وفي السياق ذاته أفد عضو اللجنة العلمية لمتافحة فيروس تروناء من سليم أن تونس لن تبقى في منأة عن انتشار متحور أوميكرون مرجحاً إمكانية تسجيل حالات للإصابة المحلية بهذه السلالة في غضون الأسبوع القليلة القادمة بالنظر إلى انتشارها الواسع في أوروبا من جهة أخرى وفي علاقة بتقدم سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس تروناء أفادت وزارة الصحة أنه تم يوم أمس تطعم 14 ألف ومائة وأربعين شخص ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح ضد فيروس تروناء إلى أكثر من خمسة ملايين وستمائة منذ انتلاق الحملة الوطنية للتلقيح ونشرت وزارة الصحة صباح اليوم قائمة بمراكز التلقيح التي ستؤمن عملية التطعيم بمختلف معتمدية الجمهورية خلال اليوم الثامن لعملية التلقيح المكثف ضد فيروس تروناء المزمع تنظيمه غداً السبت والذي يستهدف كافة الأشخاص البالغين من العمر 12 سنة في مفوق وذلك في إطار السعي لمزيد التحكم في الوضع الوبائي بتونس